استمر احتلال اسرائيل لقطع غزة منذ 1948 حتى 2005 حين اعلنت اسرائيل لانسحابة العسكرية من القطع وايضا شن الحروب المتوالية على قطع غزة انسحبت اسرائيل من اراضي قطع غزة في الخامس عشر من اغسطس نعم استمر الاحتلال اسرائيلي في حصار القطع وموانئه ومعابره وشن الحروب المتوالية عليه ايضا انسحبت اسرائيل من اراضي قطع غزة في الخامس عشر من اغسطس 2005 من طرف واحد وازالت احدى وعشرين مستوطنة من القطع وانتهى الحكم العسكري والاسرائيلي للقطع في السابع والعشرين من ديسمبر 2008 شنت اسرائيل عملية الرصاص المصبوب على قطع غزة شملت القصف الجوية والزحف البرية واسفرت عن استشهاد 1400 فلسطيني واصابة 5500 وقصف منازل ومساجد ومستشفيات وبنية عسكرية للمقاومة الفلسطينية فرضت اسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة وقطعت امدادات الكهرباء والوقود والادوية والغذاء في نوفمبر 2012 شنت اسرائيل عدوانا على قطع غزة تحت اسم عمود السحاب وفي قصف عشوائي استهدف المدنيين وقيادات حماس واسفر العدوان عن 177 شهيدا و12 جليح في يوليو 2014 شن الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية بعنوان الجرف الصامد استمرت 51 يوما واستخدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي للقصف الجوية والبحرية والبري واسفر العدوان عن 2322 شهيدا و11 ألف جليح في 11 نوفمبر 2018 نفذ الطيران الاسرائيلي غارات جوية على مساكن وأيضا على مجمعات إعلامية وفنادق وأعيان مدنية وأيضا اندلاع مواجهات هناك ويعني عشرات البلسطينيين واجهوا الاحتلال الاسرائيلي في مايو 2021 شنت اسرائيل عملية حارس الأسوار وذلك على إثر التوتر الأمني في المسجد الأقصى في أغسطس 2022 أطلق الاحتلال الاسرائيلي عملية الفجر الصادق في عدوان على القطاع أسفر عن 19 شهيدا وعشرات الجرحة بينهم قيادات وناشطوا حركة الجهاد الإسلامي وقائد سرعي القدس في الثالث من مايو 2019 بدأ تصعيد عسكري إسرائيلي واندلعت على إثري اشتباكات بين إسرائيل والمقام الفلسطينية انتهى بعد أربعة أيام في التاسع من مايو 2023 أطلقت إسرائيل عملية السهم والدرع وذلك بمجموعة غارات جوية شنها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة في أكثر من أربعين طائرة مقاتلة على القطاع أسفر عنه مقتل 13 فلسطينيا منهم ثلاث قيادات من حركة الجهاد الإسلامي وفي أيضا الثالث عشر من مايو توقف إطلاق النار بوساطة مصرية في السابع من أكتوبر 2023 شنت المقاومة الفلسطينية وعمليات اقتحام للسياج الفاصل وقامت قوات الاحتلال أو قاموا المقاومة الفلسطينية بعمليات فدائية ضد الثقنات العسكرية وتقنات المستوطنات أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر مئة آخرين في الخامس عشر من أكتوبر بدأت إسرائيل استعادة السيطرة على المستوطنات من خلال عملية السيوف الحديدية وشنت قصفا عنيفا على كافة قطاع غزة جوا وبحرا أسفر حتى الآن عن أكثر من 3500 شهيد و 12 ألف جريح استهدف القصف الإسرائيلي المساجدة والمستشفيات والمدارسة والجامعات والمعاهدة وإيضا المارين في الطرقات وتمقطع الكهرباء والماء والدواء والغداء ترجمة نانسي قنقر